وإحنا بنتكلم على الشباب والتدريب وعلى سينة وشرم الشيخ وجنوب سينة طبعا جزء من سينة الحبيبة الأيام سريعا بتمر وبيقترب 10 يناير انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نخبة من المؤسسات المصرية والعالمية إن شاء الله تكون حضرة ويكون صورة مشرقة عن مصر وشباب مصر للعالم كله إدارة المنتدى أعلنت هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسمية لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية شركات استثمارية كبرى منظمات دولية بنوك وزارات جامعات وهيتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل بنوك وشركات استثمارية ومؤسسات دولية هم اللي هيتكفلوا بالتكلفة كاملة لهذا المنتدى من الألف إلى الياء ده حرص من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية يعني من الآخر مش هيكلف موازنة الدولة ملي محمر زي ما بنقول وإن الرعاة هم اللي بيتكفلوا في هذا الأمر من الألف إلى الياء كل حاجة انتقالات إقامة مؤتمر حضور تذاكر ما تذاكر كل ده ده اللي بيتكفل به هؤلاء الرعاة والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الإطار كمان إعلان إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه من فائد ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التمويلية أو التنموية اللي بتتم في مصر في الفترة الأخيرة